موسيقى بعد ان كان قيل متاح للسير فيه اكتمل الطريق وبدأ الاهل يشعرون بشيء من السعادة هنا في اعالي منطقة العياسة بمدرية لبعو سيافع يموثل هذا الخط واحدا من مشاريع الحياة للسكان القاطلين في اعالي هذه القرى حيث كان يمثل طريق النجد سهيل في السابق حلما بالنسبة للأهالي فرسموه بحجم قسوة الطبيعة التي يعيشون فيها قمنا هذا المشروع نتيجة للمعاناة التي كان يعانيها المرضى وكبار السن والاطفال نتيجة لعورة الطريق وسهلت هذه الطريق الوصول الى مركز المديرية والمستشفيات والى الاسواق التجارية وهو يخدم اكثر من 12 الف مواطن وتستفيد منه عشرات الغري التي كانت من قبل تجد صعوبها الى الوصول الى بعض المناطق وربط المنطقة ببعضها البعض بعد سنوات من المعاناة في هذه المديرية التابعة لمحافظة لحق ينقض مشروع كهذا حياة الاف المواطنين خاصة للنساء والاطفال ومع اول خطوات مشروع الشق والسفلتة تلاشت معاناتهم التي لازمتهم لعقود ساعات كان يقضيها ابناء مطيقة العيسة في اكثر من خمسين قرية مجاورة لقطع الطريق الوعرة والخطيرة للوصول الى المستشفيات والمدارس ولا تخلو من الحوادث التي ادت كثير منها الى الوفاة كانت الطلاب يعني بوصولهم الى المدرسة يعني يخرج من البيت مثلا الساعة الخامسة يوصل الى المدرسة الساعة الثمان مشي على الاغدام كانت هذه المنطقة منطقة وعرية جدا بالنسبة للطلاب هناك عدت حوادث مرورية يعني نقول بسبب السيول بسبب طريق الوعرة التي كنا نعاني منها اولا نحن ابناء منطقة وبسبب يعني ذلك غفيات بسبب عدم النقل السريع الى المستشفى المشروع الذي اعيد العمل فيه بعد توقف دام لسنوات جاء بمساهمة ودعم من رجال اعمال وخيرين من المقتربين خارج البلد وداخلها طبعا هذا المشروع بيكون في حدود 2 كيلو و 600 الذي ينفذ الآن وكلف في حدود 180 مليون ريال يمني على حساب الاهالي وهي ضمن حملة من المشاريع الذي قامت في اطار المديرية وفي اكثر من منطقة فنحن في السلطة المحلية نشعر بان المواطنين قاموا بدورا متميز في ظل قياب الدولة التنموي في هذه المرحلة ويبقى امامهم كما يقول الاهالي مشروع اخر هو طريق منطقة سهلال غود لانقاذ المواطنين من المعاناة الدائمة الذي لا يزال ينتظر تنفيذ جراء وعورة الطريق مختار شعتل لقناة بلقيس من منطقة العياسة يافع لبعوس محافظة لحق اشتركوا في القناة